أعلن المجلس القومي للأجور اليوم تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه وأوضح المجلس أنه يجب أن لا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص التي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 100 جنيه